اه اه اعزائي طلبة الطلبة والطالبات في كل مكان اهلا بكم في هذا الفيديو الخاص اه زي ما انا مسميه الخلاصة يعني كل اللي انت عايز تعرفه على امتحانات اولا وتانية سنة وامتا? جاب الايازة ولا بعد? من البيت ولا في المدرسة? طب مصير الجامعات ايه? موعد الامتحانات كلها هتعرفها ان شاء الله في الفيديو ده. وده طبعا اه مش كلامي ده كلام وزارة التربية والتعليم الفني. اهلا بكم من جديد يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين. النهاردة ان شاء الله هوريكم كل حاجة بعيدة عن اللف والدوران وبعيدة عن التزويغ وبعيدة عن كل اي حاجة. الفيديو ده مباشر هيوضح لك كل حاجة خاصة بالامتحانات. اه طبعا كان الخميس اللي فات كان فيه بيان عاجل من مجلس الوزراء تأجيل كافة الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام. طبعا اه كان البيان اه عنوانه كده عاجل تأجيل الامتحانات نصف العام مجلس وزراء يوافق على مقترح وزارتي التعليم والتعليم العالي باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من السبت المقبل اللي هو سبت البتعام بارح. وحتى نهاية الفصل الدراس الاول. وتأجيل الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام. يبقى نفهم كده ان كل الامتحانات اتأجرت لبعد نصف العام. طيب. اه طلبة كتير كانت بدي اسألوا. دي انا اخدها تويترز اه من تويتر على على الفيسبوك. اه واحدة بتقول امتحان اولى سنوي وتانية سنة وامتى? طبعا في اه اشعاعات قوية بتقول ان في اه الامتحانات بتاعة اولى سنة دي على التابلت وهي تانية سنوي وهيكون من البيت يبقى ما فيش دي على التأجيل في امتحنوا على يوم ستاشر طبعا كلام ده مش مزبوط. وهنشوف بالدليل دلوقتي. كمان واحدة بتقول جماعة بالنسبة الاولى والتانية سنوي. اللي امتحاناتهم في البيت هتبقى بعد الاجازة بعد اجازة نص السنة ولا زي ما هي? يعني يوم ستاشر. طبعا اه برضو فيه تساؤلات كتير يا جماعة احنا ننتحن في المدرسة ولا في البيت. دي برضه اه بوستات كانت على الفيسب من طلبة. اه وده طبعا الرد القاضي. كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قد اكد ان امتحانات الصف الاول والثاني السنوي سوف تتم بعد اجازة نصف العام. بعد اجازة نصف العام. بواسطة اجهزة التابلت. على ان يتم تحديد مكان اداءها طبعا دي كانت الحتة فيها لابس. اني لسا مكان ما تحددش. تحديد مكان اداءها سواء من منزل او في لجان منزلية. اه طبعا اه في لجان مدرسية اسف. وفق تقييم الوضع الصحي. اشخرة شوقي ان الطلاب الطلاب المدارس بالنسبة لناس فيه ناس امتحنت. في ناس امتحنت المواد النظرية. في ناس امتحنت عملي. طب دول مصيرهم ايه? دول وضعهم ايه? همتحنوا تاني ولا ايه? الطلاب المدارس الذين ادوا الامتحانات في العملية سواء تعليم عام او فني على مدار الايام الماضية قبل قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراس الاول سيتم سيتم احتساب درجاتها للطلاب. ولن ولن يتم اعادة اجراؤها عقبا عشرين فبراير. مش شيرا ان الباقي الامتحانات سوف يتم تأجيلها بعد يوم عشرين فبراير. وكانت الحكومة بالاسد المهندس مصطفى مدبولي قد قررت يوم الخامس الماضي تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لما بعد اجازة الفصل اجازة الفصل الدراسي الاول. بسبب تعداعيات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا. اه كمان في في خبر بيقول التعليم تبدأ في وضع سيناريوهات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول بعد عشرين فبراير. بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاسد دكتور طارق شوقي خلال الاسبوع. دراسة سيناريوهات اختيار مواعيد جديدة لامتحانات الفصل الدراسي الاول عشرين واحد وعشرين. في ضوء تعداعيات جائحة الموجة الثانية لفيروس كورونا. وذلك عقب قرار وزارة التعليم بتأجيل امتحانات لما بعد نهاية اجازة نصف العام. التي تنتهي في عشرين فبراير القادم. طبعا معناها اني الامتحانات دي هتم ازاي? هتم اه مثلا اه في المواعيد هتكون ايه? الجداول هتكون ازاي طبعا كل ده تغير. اه لكن كمان في حتة مهمة اوضحة مصادر انه سيتم وضع اقصر من تصور. يتماشى مع تطورات وحجم الاصابات بفيروس كورونا. على ان يتم اتخاذ القرار بعد موشرة الجهاز الجهاز المختصة ولجنة ازمة كورونا. وبما يحقق اعلى درجات السلامة للطلاب. قال الدكتور طارق شوق لوزارة التربية والتعليم ان قرار تعليق الذهاب للمدارس يشمل مجموعات التقوية في المدارس حيث تقرر منع اي تجمعات طلابية في المدارس لحين انتهاء اجازة نصف العام. طيب بالنسبة لوزارة التعليم العالي قالت صراحة كده تأجيل الامتحانات لنهاية العام وارد. يعني ممكن جدا طلاب الجامعة يمتحنوا الترمين على بعض. يمتحنوا في نهاية العام زي فكرة السنوية العامة. طبعا اه اللي اللي فعلا حاجة غريبة بتحصل لي من دول الطلاب كله بيسأل سؤال معلش ده ده على فكرة كان على الفيسبوك وانا اخدته زي ما هو. سؤال معلش حد يفيدني دلوقتي بعد الامتحان باجة في البيت والكلام ده هل اذاكر باجة وكده واروح دروس يعني ولا اعمل ايه معاليش لاني مش عارفة اعمل ايه. اه هو فعلا اه شر البليتي ما يضحك. يعني ايه? يعني ايه تعمل ايه? ما تروحش دروس طب باشي ما تروحش دروس عشان ما انقلت تجمعات. تمام? زي الفل. طب ما هتذكرش ليه? طب هتمتحن ازاي? طب التعليم احنا راحين نتعلم ولا راحين نمتحن? او اسمها وزارة التربية والتعليم ولا وزارة الغش المقنن? ايه ده? طبعا يا جماعة معناه الامتحان في البيت معناها اذاكر وحل من البيت. مش معناها ان انا هغش من البيت. طب انا هغش نفسه لغش مين? انا عارف اني تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من الطلاب اللي بالاسف الشديد بيعملوا كده. لكن يا جماعة احنا نفسنا نتعلم حاجة حتى عشان خاطر السنوية العامة. مش اولة وتانية سنوي. لكن كمان عايز اتعلم حاجة نفسي. انا داخل اتعلم مش داخل اغش. اه من ضمن الحاجات الظريفة اه كان فيه بوست كده محدوط على احد الصفحات صفحة المدارس اليوم. اه دكتور طارق شوقي بيظهر في البوست ده بشكل زريف بيقول نأجل الامتحانات تقوله حرام عليك ضيعت لنا العيال. نعمل الامتحانات تقوله حرام عليك هتموت العيال. انتوا عاوزين ايه بالزبط? مش عجبكم العجب ولا الصيام فرجب. واستقاله انا مش بستقيل. فهدأوا باجا وركزوا في مذاكرتكم وعيالكم. طبعا كان تويت اه تويت اه زريفة خالص يعني. اه اخيرا اتمنى لجميع التوفيق والتفوق من كل قلبي. ما تنسوش اشترك في القناة. ضغط على زر جرس. لايك الفيديو. شاير علشان كل اه يستفيد. اه ربنا معاكم ويحافظ عليكم.